احنا على حد علمي المتواضع ما كناش بنشوف الكلام ده عندنا في منطقتنا في الشرق الاوسط جنوب البحر المتوسط المنطقة العربية يعني سمي كيفما تسمي يمكن اكبر حاجة حصلت انه زلزال 92 اللي كان عندنا هنا في مصر يجي سؤال هو المنطقة عندنا لا قدر الله دخلت فيه ما يمكن ان نطلق عليه احزمة الزلازل احزمة الكوارث التضعية العصير المدمرة وما الى ذلك اللي حصل في المغرب ثم اللي حصل في ليبيا يخلينا نضع هذا التساؤل وهنا خليني ارحب جدا بضفنة العزيز داخل الستوديو والدكتور المهندس السيد صبري استشاري المتغيرات المناخية والتنمية المستدامة والمنسق الاسبق لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ اهلا بيكا دكتور اهلا وسلم ازاي حضرتك الحمد لله يا رب العمين يمكن هبدأ بالسؤال اللي بيدور في ذهني وبيدور في ذهن الناس كتير احنا المنطقة بتاعتنا لا قدر الله دخلت فيه اي من احزمة الكوارث التضعية طبعا الكوارث التضعية انواع منها الزلازل وانا طبعا يعني لا اداعي ان انا خبير في الزلازل ولكن طبعا طبقا للمعلومات اللي انا عرفها المنطقة عندنا يعني فيه مناطق بنقول اللي هي بتبقى معرضة اكثر لحدوث الزلازل اللي هي بتبقى الفوالق المبين زي عندنا الفوالق تاع البحر الاحمر الممتد واماكن مختلفة وحصل عندنا زي الزلزال اغدير والزلزال اللي حصل فيه ولكن ما كانتش يعني تيجي على فترات طويلة ودي طبعا زي ما قلنا ديت بقى صعب جدا حتى الان صعب التنبؤ بها لانها زي ما قلنا بتبقى يعني حركة ما بين الصفائح التونية وسواء تصادمت بينها افقي او رأسي افقي 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 اف